بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وأقاتكم تلاميذ الصف الأول هيا بنا إلى درس جديد من دروس الرياضيات كما تعلمنا أن الرياضيات هي رياضة للعقل وتنشيط للذاكرة وتساعدنا أيضا في تنمية مهاراتنا العلمية هيا بنا لنبدأ أحبتي في بيت أحمد شجرة طفاح هل تحبون الطفاح؟ نعم كلنا نحبهم لأن له فوائد كثيرة فتناول طفاحة واحدة تغنيك عن الذهاب للطبيب لأن الطفاح يحتوي على قيمة غذائية عالية فهي تطهر وتعقم جميع أجزاء الجسم في الشجرة أربعة عشر طفاحة قطف منها خمس طفاحات فكم طفاحة بقي على الشجرة؟ ما هي العملية التي يجب أن نقوم بها؟ هل هي جمع أم طر؟ أحسنتم عملية الطر أربعة عشر ناقص خمسة يساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن تسع تفاحات بقي تسع تفاحات ممتاز أربعة عشر ناقص خمسة يساوي تسعة أحسنتم هذا سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم والذي سنتناول فيه طرح عدد من منزلة واحدة من عدد مؤلف من منزلتين بداية لنبدأ بهذه المسألة اشترك في سباق اللجر خمس وأربعون تلميذا وثلاث تلاميذ من مدرستنا ما عدد التلاميذ المشاركين في المدارس الأخرى؟ هيا بنا صغاري لنقوم بحلها أولا ما عدد التلاميذ المشاركين في سباق الجر ممتاز خمس وأربعون ما عدد تلاميذ مدرستنا المشاركين في السباق؟ أحسنتم ثلاث تلاميذ ما العملية الحسابية اللازم إجراؤها لمعرفة عدد التلاميذ المشاركين من المدارس الأخرى جمع أمطر أجل عملية أطر إذن العملية طر خمس وأربعون ناقص ثلاث والشكل العامودي أكتب العدد الأول خمس وأربعون ناقص العدد الثاني وهو العدد ثلاث من أجل إيجاد الناتج ما رأيكم أن نمثل هذين العددين بالواحدات والعشرات أي بالمكاعبات ليسهل علينا عملية الطرح أولاً أمثل العدد الأول بالمكاعبات أي خمس وأربعون أحتاج إلى خمس مكاعبات وأربع أعمدة من العشرات ثانياً لأطرح الواحدات أشتب ثلاث كم بقية؟ اثنان والعشرات لا أشتب منها شيء ثم أكتب العددين خمس وأربعون ناقص ثلاث أطرح الأحاد من الأحاد والعشرات من العشرات أي خمسة ناقص ثلاث يساوي اثنان والعشرات لا أشتب من الأربع شيء تبقى كما هي أربع الجواب اثنان وأربعون تعالوا لنتحقق أكثر من خلال العملية التالية وهي الطرح الأفقي كنت أقوم بالطرح العامودي والآن سأقوم بالطرح الأفقي خمس وأربعون ناقص ثلاث أطرح الأحاد من الأحاد أي خمسة ناقص ثلاثة يساوي اثنان والعشرات من العشرات أي أربعة ناقص صف تبقى كما هي أربع الجواب اثنان وأربعون إذن خمس وأربعون ناقص ثلاثة يساوي اثنان وأربعون نسمي هذا الطرح بالطرح الأفقي ونسمي هذا الطرح أيضا بالطرح العامودي ممتاز تعالوا لنتحقق أحبتي من هذه العمليات من خلال الأمثلة التالية أشطب ثم أحسب ناتج الطرح كما في المثال الأول لنرى هذا المثال لدينا هنا مجموعة من الواحدات كم عددها؟ تسع واحدات كم من الواحدات شطب؟ ستة كم بقي لدينا؟ ثلاثة أحسنتم نستنتج من هذه العملية أن تسع ناقص ستة الجواب هو ثلاث هل شطب شيئا من العشرات؟ أحسنتم لا إذن الجواب هو ثلاث وثلاثون تعالوا لنحل المثال التالي كم من الواحدات لدينا؟ خمسة وكم من العشرات؟ خمس عشرات إذن الرقم هو خمس وخمسون أردنا أن نطرح ثلاث أشطب ثلاثة من الواحدات كم يبقى من الواحدات؟ أي خمسة ناقص ثلاث الجواب هو اثنان والعشرات كم شطب منها؟ جيد لا شيء تبقى كما هي الجواب هو اثنان اثنان وخمسون ممتاز أحبتي ننتقل لتحدث السؤال كيف نطرح خمسة من سبع وأربعون؟ أولا نطرح الأحد من الأحد أي نطرح خمسة من سبعون يبقى اثنان ثانيا أطرح العشرات أي نطرح صفر من أربعون يبقى أربعون الناتج اثنان واربعون أحسنت لنبدأ ببعض التدريبات احسب ناتج الطرح ثلاثة وتسعون ناقص اثنان ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد تسعة ناقص صفر يساوي تسعة الجواب واحد وتسعون التدريب الثاني ثمانية وسبعون ناقص أربعون ثمانية ناقص أربعون يساوي أربعون سبعة ناقص صفر يساوي سبعون الجواب أربعون وسبعون ماذا نسمي هذا الطرح؟ الطرح العامودي جيد ننتقل للطرح الأفقي 84 ناقص 3 يساوي نطرح أحد العدد الأول من أحد العدد الثاني أي 4 ناقص 3 يساوي 1 وعشرات العدد الأول من عشرات العدد الثاني 8 ناقص 0 يساوي 8 الجواب 81 التدريب الثاني 69 ناقص 9 9 ناقص 9 يساوي 0 و 6 ناقص 0 يساوي 6 الجواب 60 أحسنتم والآن جاء دور الواجب المنزلي لون الإجابة الصحيحة 3 و 30 ناقص 3 لدينا عدة خيارات اختار الجواب الصحيح ولونه لدينا 10 20 30 40 25 ناقص 5 أيضا يجب عليك أن تلون الجواب الصحيح 12 ناقص 2 عليك أيضا أن تلون الإجابة الصحيحة وذلك مساعدة الأهل وإلى هنا وينتهي درسنا لهذا اليوم ولكن قبل أن أودعكم أحب أن أذكركم بفوائد الرياضة فهي تقوي الجسم وتنشطه فالعقل السليم في الجسم السليم إلى اللقاء يا زهور المستقبل دمتم بخير وصحة وعافظة اشتركوا في القناة